أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو بتهجيرهم قصريا خارج أراضيهم تحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء جاهز خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة حول تدابير الحكومة المصرية لوقف التهجير القصري للفلسطينيين وعلى سلطات الدولة المصرية كافة أن تتعاضض في مواجهة أي محاولات للتهجير القصري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها وإن مجلس النواب من جانبه وبصفته السلطة التشريعية يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أي تعتداءات على أمن الدولة المصرية